اليوم جايب لكم كارتون سيئ بطريقة مطبعية واحد من اسوأ الكارتونات اللي تكلمت عنه بحياتي بالقناة كلها كارتون هيك مقرف كارتون الافكار اللي فيه جدا جدا سيئة وان شاء الله ما يطلع بايد اي حدا او ولد صغير يتفرج عليه لانه رح يغسله مخه غسيل مطبعي بكيف اصلا الشعب الامريكي رح تشوف بهذا الكارتون كيف مخه مغسول الغسل ويكي شعب مضروب صراحة كتير الكارتون هذا عمل على منصة تويتر عفوا اكس مشان ما انزع العمه الى الماسك الكارتون بيتكلم عن بعض السياسات اللي موجودة بامريكا وكيف الشعب الامريكي هايش وشو اعتقاداته وكيف حياته الكارتون يعني حسب ما بيحكوا منصة اكس اللي عم يعملوها وهو رح ينزل بس على منصة اكس بس نزلت حلقة تجربية مددها كانت تقريبا ثلاث دايق او اربع دايق الا شوي لمدة تبعيد الحلقة وبعدين رح يكملوا منه اذا شافوا عليه اقبال وشعبية جميلة على هاي الكارتون بس ان شاء الله ما يكون عليه اقبال ابدا ولا الناس تحبه وحسب ما شفت على منصة اكس والناس شو عم بيحكوا وشو رأيين الناس ومعظم طبعا رح يكونوا اجانب لانه عم بيستهدفوا الاجانب اكتر شي امريكا كمان بالاخص فكل الناس مستقين منه ومعصبين ومدايقين الموضوع كتير انه الكارتون صراحة جدا سخيف وغير انه سخيف الانوميشن اللي مستخدمينه جدا ضعيف غنيت الكارتون مسروقة من اي اي والكارتون اصلا يمكن معمول على الاي اي حتى بتلاقوا احيان فيه وقلتشات وشغلات خربانة فهلأ هاي الشغلات اللي هيك اللي من برا من قبل ما تتفرج على هذا الكارتون وهيك الشغلات السيئة عالسريع لسه ما دخلت فيه لما تدخل فيه يا حبيبي شو رح تشوف من بدايته هيك من اول لقطة له رح تشوف شو قصدي الكارتون هذا بيدعم المثلية بطريقة على كيف كيفك يا رجل يعني كل شي رح تشوفه الوان وبيحكو لك بهذا الكارتون الولاد الصغار كيف مخن مغسول خلنبدأ بالحلقة التجربية تبعيته اللي مددت لتدايق وتفهموا شو قصدي ببداية الحلقة رح نشوف في رجال قاعد بالبيت ومحطوط على رجله مثل اسوارة او سوار هذا الاسوارة على الرجل بامريكا بيلابسوكها او ممكن بمعظم دول العالم احيانا في عنده النظام انه سجنوك بالبيت اذا عامل شي غلط انك ما تطلع من حيز البيت واذا طلعت هذا الشي اللي لابسه بالرجلك رح يكون فيه جي بي اس ورح يعطيك انذار انه للشرطة انه هذا طلع بره البيت وتيجي وتاخدك وتوديك على السجن فعليا بس هي بيكون انه الدرجة الاولى بعدين الدرجة التانية بياخدوك على السجن فبيكون بده ياخد مشروب كحولي لما يمسك المشروب كحولي بيطلع عليه بينصدم انه المشروب صار الوان يعني كل شي عم بيتحول بحياته لالوان وهو رجال كبير ومعظم الامريكان والناس اللي كبيرة بامريكا ما كان بوقت يعني موضوع الالوان مسموح فكان يتعاقبوا عليه زمان بس الجيل الجديد صار قرار عادي ينزلت امريكا من زمان يعني بس مو كتير زمان انه خلص الولد بتجوز ولد والبنت تجوز بنت والريموت تلفزيون يتجوز كلب عايق اشياء غريبة جدا فلما يطلع الشخصية اللي اسمه نورم بيطلع هيك بيقوله شو هذا القرف اللي بقيدي ليه هيك صار الوان فبتطلع عليه بنته بتحكيله شو فيك هذا الشي الجديد هاي الصيحة الجديدة الموضة الجديدة فخلص اسم تطور بعدين بيكون فيه حداع عم بيدق الباب بيروح ليفتح الباب وبيحكي يا الله انا نورم قديم انا انسان قديم بدي حياتي العادية ليه هيك حياتي فعدين فيه بيكون جهاز بالبيت هذا الجهاز كل ما يغلط او يحس انه حكى غلط بيعطيه تنبيه فهو هون عم بيحكي انه انا ما بحب الالوان بدي ارجع للحياة الطبيعية اللي كان كلنا رجال وامورنا طيب رجال ورجال وبنات وبنات حياة طبيعية جدا والسبب اللي رح نكتشف انه هو لابس برجله الاسوارة ومعاقب عليها انه كان بالمدرسة ورح صرخ عليها وحكى للمدرسة لا تضلوا تغسلوا مخ اطفالنا لا تضلوا تحكيين انه عادي فيكم تكونوا اللي بدكم يا فحكت له انه نحن اتطورنا وهيك الحياة صارت فهذا الشي اللي هو متعاقب عليه لانه راح للمدرسة وحكى انه ما بصير تحكي هيك لبنتي انه تصير اللي بدها يا فحتى انت بامريكا ما لك سلطة على بنتك ما لك سلطة على حياتك وبصير يحكيين انه ما تضلوا تحكيوا له انه البنت فيها تكون اي شي او تكون مع بنت والولد بيديدر يكون اي شي ويكون مع ولد كيف يكون اي شي انه فيه طائفة او مو طائفة فيه امن الناس جديدة صار عم طالعة من نوع الالوان اللي ممكن تكون اسمان يعني انه تكون بمعنى غير محدد الهوية بمعنى انه يكون عادي يكون سماعة عادي يكون خريئك عادي يكون اي شي فاذا انت خالفت الرأي بامريكا واشتكى عليك تنسجن نعم يعني اذا انا رحت عند واحد تقوله مرحبا كيفك او رحت لعند بنت قلت له كيفك شو الاخبار يعني خاطبتها بصفة البنت وممكن تشتكي علي وتحكيلي انه انت ليه حكيت معي بصفة البنت شايفني بنت واذا تلاقي كمان هلينا العوض رح تشتكي عليك ورح توديك بداهية يعني متل ما صار بهذا ومسجون جوا البيت وبعدين البنت بترد عليه بتحكيله انه انت مو مثقف اصلا مو شرطي يكون ولد مع ولد وبنت مع بنت عادي فيني انا اكون اسمي شي او هي او ات يعني اتلة غير عاقل ممكن ما يكون الي اي اسم ممكن اكون بس ايك وفراغ عشوائياتك اي شي فالبنت موخة مغسول على الاخير ممسوك هيك وجابين تايد وفاركين امه ممسوح البنت ما عند دهوية ابدا وبعدين لما يفتح الباب رح تدخل زوجته وفي رح تكون واحد او وحدة او مخلوق غريب وراء مرته بعدين هيحكي مي شو هاد الشي الغريب الادامي بعدين الجهاز الانذار هيحكيله تنبيه تنبيه انت كمان مرة غلطت فبيحكيله صحة فكرة انا من صفاتي ذات وذي وذيم وذم وكل الصفات الضمائر موجودة فيه فحكاله عادي فيك ناديني بأي شي فالبنت بتنعجب فيه بتروح لعنده او بتنعجب بيه كمعشو التصنيف للمخلوق هذا بتنعجب وبتحكيله انه انت يعني انت غير معرف الهوية وبتكون ايك المعجب فيه كتير يعني عن ابو القرف والشي الغريب اللي عم بيصير هنيك ياخي الحمد لله الحمد لله انه نحن مربيين وعايشين بدولة عربية واسلامية يعني الحمد لله على نعمة الاسلام وقسم بالله لما اشوفيك بحمد ربي خير الف مريك انه على الحياة الجميلة اللي انا عايشة وبعدين البنت لما تحكي كلمة معناه انه غير معرف الهوية فبعدين الاب لما يحكي معاها انه من وين تعلمتي كلمة يعني معدومة الهوية او غير معروف الهوية تحكي له من المدرسة تعلمتها فبيحكيه انا من شان هيك انا مسجون بسبب هذا الخرى اللي عم بيعلموكم ياه بالمدرسة فبعدين بحكي للعائلة اللي دخل عنده انه انا وين غرفتي رح تكون فالاب هذا بينسطن بقول له انت رح تعيش عندي بالبيت بحكي له ايه انا الحكومة بعتتني لعندك على البيت من شان اعالج هذا البيت من المرضى النفسية اللي متلك اللي بي عنده مشكلة بالعنصرية بالالوان اللي عنده عنصرية بشكل عام اللي ما بتتقبل الالوان واللي عنده شي اسمه هوموفوبيك اللي هو معناه انه انا واحد منهم اللي بيكره كتير الالوان فانه بيجي بعالجهم مشان يحببن بالالوان ويمكن يصيروا كمان الوان فانتم لاحظين لأي درجة الحكومة عم تزرح هاي الفكرة وعم تحاول تنشرها بكل مكان لدرجة انه بتبعث ناس لبيوت فيه هذا المرض اللي هو مو مرض اللي هو انسان الطبيعي اللي هو رجال بيحب مرأة والمرأة بتحب رجال طبيعي فبتعالج الناس بتودين الناس مثل هذا المخلوق الفضائي اللي شعروا زهري من شان يعالجا يخليا انه يحبوا ويتقبلوا الالوان عادي فبعدين كمان رح نشوف انه صاحبه لنورم رح يدخل هذا الرجال العجوز ورح يكون من البشرة السمراء ورح يدخل على البيت وبعدين هذا الالوان رح يستغل بيقول له انت اسود كيف هيك كيف انت مصاحب واحد ابيض يعني حتى الالوان اصلا عنده عنصرية ضد السود الموضوع كله مضروب كله كله عنصرية بكل مكان الوان اسود اخضاء يا اخي كرتون سيء يعني ما اصحب الفكرة شو بده وبعدين من الشي كتير للمؤرف كمان حتى الحيوانات ما سلمت من فكرة الالوان بيكون عندها كلب البنت وبتكون الكلبي عم بتحاول او الكلب عم بيحاول انه يلحس رجله لهذا الولد الصغير اللي اجه اللي هو مخلوق غريب وعم بيحكي له انه شو قسطو هذا الكلب اللي عندكم فبتحكي له انه هذا كلبي انا كتير كيوت وبيساعدني بمشاعري لما اكون مدداي او هيك وكمان الكلب هادا نن بايناري يعني لا هو ذكر ولا انثى ممكن يكون زرافة ممكن يكون انسان عادي اللي بدك ياه فحتى الكلب ما سلم من موضوع الالوان وبالبداية هذا الولد اللي دخل على البيت اللي هو الوان كمان نن بايناري كان كرهانه لهذا الكلب فلما قلت له انه هذا البيت اللي غير معروف في الهوية الوان يعني قال له اوه اوكي نايس دوك شكرا كلب جميل جدا صار يحبه للكلب لانه الوان بعدين نورب وصاحبه الثاني رح يقعدوا اللي هو من البشر السمراء يقعدوا على الاريكة ويتفرجوا على التلفزيون ويحكي له شو عم بيصير مع ابنه ابنه عم بيحاول انه يشيل الحنتاكور ويتحول يعني يصير الوان قوي من الدرجة العالية فبعدوا يقطعوا ويزبط امور يعمل عمليات ويزبطوا الابور ويتحول ويصير متحول الوانيا فبعدين نورب هون الشي الوحيد اللي انا ضحكني لانه استهزق على الوان صراحة زبت له علبة المشروب الكحول قال له خود شراب هاي لانه متلك الوان ولما حكا له شو قال له بروناون نادى باسم انه يا ضمير معرفش فيني نادي فنادى قال له يا ضمير خود شراب هاي فبيطلع عليه بيحكي له انا ما بادر اشرب لانه عمري لسه ما تعدل 21 فصاحبه النور اللي هو من البشرة السمراء بيروح لعنده معصة وبيحكي له انت ما فيك تشرب هاد الشي انه عمرك ما تعدل 21 وعم بتحاول تقنع ابني انه يشيل الغراض اللي عنده الرجولية لتبعية الرجال اللي حنتكوروا هيك ويتحول لمرأ وما بدك تشرب هاي هلا صارت تمشي حالقانون فكان بده يروح ويضربوا يعني معصب كتير والشي الحزين واللي بيديني كتير انه معظم الناس اللي عم بتحول هنو أولاد صغار والأهالي كمان ما بيكونوا أصلا راضين بس ما عم بيدروا يحكوه شي لانه لو حكوا شي بأمريكا بالفعل رح ينسجنوا ورح يتعاقبوا كتير وح يعاملون كأنه ناس مرضى نفسيا وعندن أمراض نفسية ما عم بيتقبلوا الملوانين فبعدين هذا الولد الألوان الحكومة اللي بعدته حكت له انه روح عالج هاي العيلة وانه لانه بتكره هالالوان بيتصل عليها وبيحكي لانه انا ما فيني اكمل مع هالعيلة صعبة جدا فرح نشوف ان الحكومة عبارة عن واحد متحول لكلب انه هو كلب خلص يصنف كأنه كلب وبيهوي كمان يعني يعني يعوي مو بيهوي يعوي والشخصية اللي بالنص موت ألوان والشخصية الثالثة متحول جنسيا اذا الحكومة كلها مضروبة فشمت تتوقع انت يعني ورح نشوف ورا كمان في عالم أمريكا وعالم الألوان وعالم المتحولين انه اعلامة كتير غبية ما بعرف شو هاي الالوان اللي مخترعينه صراحة وخربوا اللون القزقزة هذا اللون صراحة جميل صفت اكره اي مكان اشوفه يجي عبالي الالوان وهو اصل لون طبيعي بطلع بالطبيعة بس مطر وتخلص المطار وهيك ما بعرف شوه وكل شي فبعدين عند هوند رح تنتهي الحلقة وبعدين رح نشوف انه بدخل ايلون ماسك وبتشتغل غنية كتير تافقت لكم مسروعة من الاي اي اي وايّ ايلون ماسك بدخل بعمل حركاته كتير غبية وبعدين ي fellow x وب encouragedoko twitter وبعدين رح نشوف انه في حلقة ثانية ووراواواواواواواواواواواواواواوا كثير رح يكونوا متحمسين goooواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواوا في انتظر الحلقة زيوره وانتصف وهي كنتهم ممزلون رح healthier terrorism فعساس انه يعملوا شي فاني بس نكتة كتير قديمة قديمة كتير وبعدين رح يروحوا على ديزني وورد اللي هو عالم ديزني اللي هو اصلا منبع كمان الالوان وبس رح تنتهي الحلقة فصراحة لما تفرجت على هذا الشي يعني عادتك افكر مع مخي وبحالك انه كيف شعب الامريكي عايش الله يعيني الاهالي الموجودين هناك وبالاخص الاهالي العرب اللي هاجروا لهنيك وبدي نعيشوا هناك كيف مسكين ولاد يسيطروا عليهم من الافكار الوسخة الافكار السودوية هاي اللي عم بيزرعوهم بولاد تخيلش يوم انا بعيد الشر البعيد الشر ان شاء الله ما يصير هالكلام اجيب ولد ابني تحول لألوان وما قدر احكيله شي ما قدر اسلخه كاف قال له ابن الحلال شو فيك اصلب عودك رجع رجال خليك رجال اذا عملت هذا الشي معه انا براهنيك يا الله شو رح يصير فيني رح ياخدوا الولد رح يخلوني يعيش بدونه منهم حياتك رح تقلب الى جحيمة فهي الافكار اللي عم تشوفوا بهالكارتون هذا فعلا اللي عم بيصير بامريكا فصراحتا كارتون جدا سيء وافكار جدا سيئة قيمي اللي مثلا تلكم سالب مليون للكارتون هذا ان شاء الله ما يتكمل ويفشل وشوفوا انه الناس كرهنينه حتى الامريكان كرهنين هذا الكارتون انه خلص عرفتونا بموضوع الالوان إيلن شهر وإيلن حياة خلص عرفتونا وتعملوني كمان كارتون يعني عن جتلم الشي مقرف صراحة فبس والله لعندهما نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو اذا عجبك لايك وتسبسكرايب وكتب لي تحت كومنت خفيف لطيف واذا عندك اي مقترح شفت اي شي بتحس اني ممكن نحكي عنه ابعتلي اياه على الانستجرام مع الكلمة السحرية وساما اجيتك من اليوتيوب وان شاء الله رح ارد عليك وامل فيديو عن الموضوع اشوفكم في اليوتيو القادم الى لقاء اشتركوا في القناة